بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ذكرنا أن القرآن الكريم هو المنبع والمصدر الأول للثقافة الإسلامية الأصيلة وذكرنا أن آراء المفسرين وآراء العلماء والرجال السابقين هذه الآراء جهد بشري مشكورون عليها ولكن باب الإجتهاد مفتوح وهذا فتح باب الإجتهاد ليس لكل من حب ودب وإنما كل إنسان يتمكن من أن يتجه ويسير في منهجية خاصة لكي يتحول إلى شخص من أهل الإختصاص فإذا صار من أهل الإختصاص يحق له أن يستعمل جهده فيكتشف الخطأ من الصحيح من جهد السابقين أما إنسان بدون خبرة وبدون كونه من أهل الإختصاص يأتي ويبدي آراءه ويصحح بعض الأمور ويسفح بعضا آخر فإن هذه الحالة مرفوضة في جميع العلوم وكما ذكرنا إذا إنسان من غير أهل الإختصاص في الطب استعمل وعمل عمل الأطباء وعالج المرضى يلاحق قضائيا في جميع الدول يقال له إنك لست من أهل الإختصاص فلا يحق لك أن تعمل عمل أهل الإختصاص التخصص مفتوح أمامك يمكنك أن تدرس وتحصل على الشهادة وعلى الإجازة وتمارس الطب ولكن ما دمت لم تسر في المنهجية المعينة فإنك لا يحق لك أن تبدي آرائك وإذا عمل أحد بآرائك وواجهته صعوبات تلاحق قضائيا هذا الأمر أيضا في العلوم الشرعية صادق باب الإجتهاد مفتوح على الجميع وكل واحد إذا ضمن المنهجية المعينة صار وصار من أهل الإختصاص يمكنه أن يجتهد وأن يستنبط وطبعا ذكرنا أن أي جهد بشري باستثناء النصوص المقدسة في القرآن الكريم وكلام المعصومين عليهم الصلاة والسلام باستثناء هذين الموردين الجهد البشري معرض للخطأ فلا يمكن أن نجعله جهدا بشريا فوق النقد ولا يمكن أن نعتبره جهدا بشريا صحيحا مئة في المئة بل باب احتمال الخطأ وارد فلذلك نحن نعتقد أن الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو القرآن الكريم القرآن الكريم لأنه ليس جهد بشري وإنما هو كلام رب العالمين فلا يتطرق إليه أي نوع من أنواع الباطل الخطأ من الباطل الخلاف الواقع من الباطل الكذب من الباطل الزيادة والنقيصة من الباطل الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو القرآن الكريم كما ينص القرآن بذلك وكما هو مقتضى دليل العقل والنصوص المتواترة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن غير القرآن الكريم أي كتاب كتبه إنسان غير المعصومين فإن هذا الكتاب يحتمل فيه الخطأ ولا نقدس كتابا بمعنى أنه نعتبره فوق النقد ولذا نحن لا نقول بأنه يوجد هناك كتاب صحيح غير القرآن الكريم القرآن الكريم صحيح ما بين الدفتين من الأول إلى الآخر ولكن غير القرآن الكريم أي كتاب كتبه أي واحد من العلماء هذا يبقى جهدا بشريا والجهد البشري معرض للخطأ فلذا لا نعتقد بوجود كتاب يسمى بصحيح حتى إذا مؤلفه سماه بالصحيح حتى إذا كثير من الناس اعتقدوا بأنه صحيح بمعنى أن كله من أوله إلى آخره لا يتطرق إليه أي نوع من الخطأ والباطل والزيادة والنقيصة لا يوجد أي كتاب ومن يعتقد بهذا الاعتقاد فهو في الحقيقة يشرك بالقرآن الكريم يعني يعتبر هذه الصفة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذه الصفة ليست خاصة بالقرآن الكريم وإنما هي عامة لبعض الكتب الأخرى وهي جهود وإنتاجات بشرية فلذا مثلا نحن نعتقد بأن أوثق الكتب هو أحسن الكتب التي كتبها إنسان في الأحاديث الشريفة هو كتاب الكافي الشريف تأليف ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكوليني ولكن مع ذلك الكوليني لم يكن معصوما ولذا العلماء من اليوم الأول إلى يومنا هذا الروايات الموجودة في الكافي هذه الروايات يستعملون فيها الأساليب العلمية لمعرفة الصحيح منها طبعا بين قوسين نكرر أن هذا العمل ليس عمل كل من هب ودب وإنما هذا عمل أهل الإختصاص فيأتون ويبحثون في السند هل سند هذه الرواية صحيح أو ليس بصحيح ثم يبحثون في الدلالة هل تدل لها دلالة أو ليست لها دلالة هل متوافقة مع القرآن الكريم أو متعارضة مع القرآن الكريم لأننا نعتقد أي حديث يعني أي مروية تعارضت مع القرآن الكريم فيضرب بها عرض الجدار وبعد ذلك جهة الصدور هل صدرت تقية أو لم تصدر تقية وأيضا هل لها متعارضات أو ليست لها متعارضات وهل عمل بها المشهور أو لم يعمل بها المشهور فهناك أساليب علمية هذه الأساليب العلمية يستخلص منها صحة الحديث من التوقف في صحته لا نقول بأنه موضوع وإنما نتوقف في صحته لأنه قد نكون أخطأنا في تقييم الحديث قد يكون الحديث صادر عن رسول الله أو عن الأئمة المعصومين ولكن تقييمنا كان خطأ لذا إذا لم يكن متطابقا مع تقييمنا نتوقف فيه أو حسب تعبير بعض الروايات نرد علمه إلى أهله وكم من حديث توقف فيه الأقدمون أو السابقون ولكن لم يتوقف فيه المتأخرون لأنه اكتشفوا بعض الأمور التي كانت خافية على المتقدمين فالمقصود أنه هذه الطريقة بمعنى اعتبار أي جهد بشري هذا الجهد معرض للخطأ ويجب أن يعرض على الأدوات العلمية المنهجية هذا الأسلوب يعطينا نوع من التطور يفتح باب الاستمرار التطور في العقل وفي الاستنباط أما أسلوب اعتبار بعض الكتب وهي جهد بشري صحاح بحيث لا يتطرق إليها الباطل لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها هذا يسبب غلق باب التطور غلق باب العقل يسبب تقديس جهود بشرية يقال أن أحد الأشخاص كان يقول أنه يمكنني أن أحلف بالعتاق والطلاق على صحة جميع الأحاديث الموجودة في البخاري في كتاب البخاري طبعا الحلف بالطلاق والعتاق في مذهبنا ومذهب الإمامية هذا الحلف باطل لا يقع الطلاق والعتاق معلقا على أمر وإنما يجب أن يكون منجزا ضمن الضوابط الشرعية ولكن في رأي بعض المذاهب الأخرى الحلف بالعتاق والطلاق جائز فيقول إذا حلفت بالعتاق والطلاق على صحة جميع ما في البخاري فإني لم أكن حانثا ولا تطلق زوجاتي ولا تعتق عبيدي هذا الكلام معناه شنو معناه أن جهد بشري جعل فوق النقد جهد بشري جعل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مع أنه كثير من الأحيان في نفس هذا الكتاب توجد روايات متناقضة توجد روايات تتناقض مع ما في كتاب مسلم الذي يعتبره الكثيرون صحيحا أيضا على كل حال المقصود أنه نحن ينبغي علينا نزع القداسة من أي جهد بشري وإذا نزعنا القداسة من أي جهد بشري يتمكن أهل الإختصاص نكرر أهل الإختصاص لا كل من هب ودب من التفكر والتأمل لكشف الصحيح وتمييز الغث من السمين وإلا يكون هناك تعطيل لحركة العقل وإذا كان تعطيل لحركة العقل يتوقف الإبداع ويتوقف الفقه وتتوقف الثقافة ويتوقف ما يرتبط بتطوير حياة الإنسان ونتيجة لذلك لأن الأيام تتطور العلوم تتطور البشر يتطور الأفهام تتطور نتيجة لذلك يتخلف المسلمون عن راكب الحضارة لأنهم غلقوا باب التطور على أنفسهم طبعا كما ذكرنا النصوص في القرآن الكريم والصحيح من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسيرته وسيرة الأئمة المعصومين هذه حقائق مطلقة غير قابلة للتطور والحقائق المطلقة هذه في كل عصر وفي كل مصر ولكل إنسان تطبق بشكل غير قابل للتغيير والتغيير فيها يوجب الخلل والإشكال في الإنسان ولكن الجهود البشرية هذه قابلة للتطوير ولذا نحن نقول إنه لا اجتهاد في مقابل النص وإنما الاجتهاد في فهم النص يعني قد يكون هناك نص من القرآن الكريم ومن القطعية من سنة الرسول صلى الله عليه وآله لا يصح أن يجتهد أحد في مقابل هذا النص لأن هذا النص هو الحق وما يقابله هو الباطل يعني القرآن يقول الخمر حرام لا معنى لاجتهاد مقابل هذا النص القرآني وإذا واحد بزعمه أنه اجتهد وتوصل إلى حلية الخمر هذا كلام باطل وليس اجتهادا لأنه لا اجتهاد في مقابل النص ولذا كل من اجتهد مقابل النص لا نقول له إنه اجتهد نقول كلامه باطل إذا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يقول حوله رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي طبعا الخطأ الباطل لا يمكن أن يكون حقا الخطأ من الباطل الباطل خلاف الواقع لا يكون حقا وهذه الرواية الصحيحة علي مع الحق والحق مع علي نستدل بها على عصمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لأنه إذا لم يكن معصوما معرض للخطأ فإذا أخطأ معناء ذلك أنه ليس مع الحق في هذه القضية فإذا كان دائما مع الحق ودائما الحق معه معناها العصمة فمع وجود هذا الناس الذي يعارض علي بن أبي طالب أو الذي يسب علي بن أبي طالب أو يسن سب علي بن أبي طالب هذا لا يمكن أن نقول عنه إنه اجتهاد هذا في مقابل النص هذا أمر باطل في مقابل النص ومن يفعل هذا الأمر الباطل إنما هو مبطل لا أنه مشتهد مقابل الحق فلا اجتهاد في مقابل النص وإنما هناك اجتهاد في فهم النص يعني إذا وجد الناس نحن نأتي نجتهد طبعا أهل الاقتصاص لفهم هذا النص هل هو عام أو خاص وإذا هو عام هل له مخصصات أو ليست له مخصصات هل هو منسوخ أو ليس بمنسوخ أو هو ناسخ لبعض الأحيان على بعض الناس يختلط الناسخ والمنسوخ فيتصور المنسوخ ناسخا والناسخ منسوخا فينقلب عنده المفاهيم إذا الآية الشريفة تجيز متعة الحج فإذا إنسان جاء وحرم متعة الحج هذا ليس اجتهاد وإنما هذا أمر باطل مقابل النص ينبغي ترك هذا الأمر الباطل والتمسك بالنص الديني في بعض الأحيان يحدث تنازع هذا التنازع بين المسلمين هناك مرجع هذا المرجع إذا رجعنا إليه هذا المرجع يحل التنازع ما هو المرجع؟ الله القرآن الكريم كلام الله والرسول هذا يحل النزاع لكن إذا رجعنا إلى الله وإلى الرسول ولكن إذا واحد لا يرجع إلى الله ولا إلى الرسول يترك كلام الله ويترك كلام الرسول ويتمسك بكلام فلان وفلان ممن هم ليسوا بمعصومين ومعرضين للخطأ وقد تكون ربات الحجال أفقه منهم وقد يخطئون يخطئ هذا الرجل وتصيب امرأة يحكم كلام هذا مع أنه جهد بشري مقابل كلام الله سبحانه وتعالى مقابل كلام الرسول صلى الله عليه وآله هذا الخطأ الذي وقع فيه كثير من المسلمين إلى يومنا هذا ينظر إلى الرجال ولا ينظر إلى النصوص الدينية ولذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم معركة الجمل حينما قال له أحد الرجال أنه متحير لأنه يرى من جه خليفة رسول الله صهر رسول الله وجامع كبير من الصحابة والتابعين وفي المقابل يجد طلحة والزبير وعائشة وجامع آخر من الصحابة والتابعين يتحير هنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول له أنك نظرت إلى الرجال والإنسان حينما ينظر إلى الرجال قد يخطئ أنت أنظر إلى الحق أنظر الحق الحق أكبر من كل الرجال وحينئذ ستجد أن الحق مع علي وعلي مع الحق كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وحينئذ لا يهمك الرجال الذين هم مقابل هذا الحق لأنك ما دام علمت بالحق تعلم بأن هؤلاء مبطلون وعملهم أو كلامهم ليس بصحيح فالمصدر الأول والمنبع الأول من منابع الثقافة الإسلامية الأصيلة هو القرآن الكريم بالتفصيل الذي بيناه إن شاء الله نواصل الحديث في حلقة قادمة بإذن الله تعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات